حكات الانتكاسة يعني إيه مريض فيروس يمنتكس وهو مفروض أنه أخذ الكورس بتاع العلاج بالكامل الكذا شهر بتاع العلاج بالشكل اللي المفروض الدكتور طالبوا منه بعد كده ببصة لقيه ممكن يكون جالوا الفيروس مرة تانية إيه سبب الانتكاسة دي بشكل أكبر بقى هو حيك أثناء العلاج بالأدوية الحديثة كل المرضى بيبقى عندهم الفيروس مش موجود في الدم 98% من المرضى هيفضل الفيروس مش موجود على طول بعد كده دولي يبقوا شوفه تماما تماما فيه من 2 إلى 2.5% من المرضى اللي خدوا العلاج والفيروس ما كانش عندهم أثناء العلاج لما بنحللهم بعد شهرين أو ثلاثة من العلاج بنلاقي الفيروس رجعتين ليه بقى؟ الفيروس رجعتين لأسباب ما نعرفهاش إنما غالبا بيبقى عندهم مرض كبد متقدم ياما مدة العلاج ما كانتش كافية ياما المرضيد ما نلتزمش بالعلاج كاملا المنتكسين اللي حصل لهم انتكاسة معنا الانتكاسة أن الفيروس رجع بعد ما كان مختفي أثناء العلاج دول بيعالجوا تاني بيعالجوا بأدوية تانية والأدوية التانية اللي بيعالجوا بيها نسبة شفاها عالية جدا فدول يعني غالبا حيشفو كلهم طيب يبقى هو دلوقتي بعد لما يطلقى العلاج لازم يرجع يعمل بقى تحليل دوري أو كشف دوري كله لازم بعد العلاج بثلاث شهور نتأكد إن الويروس اختفى فكل شهر عمل بقى تحليل مرة واحدة بعد انتهاء العلاج بثلاث شهر لو الفيروس كان مش موجود بعد انتهاء العلاج بثلاث شهر بيبقى المريض شوفيها تماما من فيروس سي ومعندوه فيروس سي ومش مواضي بعد كده لو لقين الفيروس موجود بعد ثلاث شهر ويقادى انتوكس عنده الويروس فده بنعلقوه تاني طيب طيب ليه دايما في معقول أن فيروس سي لما بيتساب أو بيهمل بيسبب سرطان الكبد ده يعني هل المعقولة دي صحيحة ولا لا ؟ ما اقولها دي مش دقيقة هو هو conta دي ما يسببش سرطان الكابد هو pastor ساب في عشرين فالمئة من الناس بسبب التلايف في الكابد تلايف وهو تمانين في المئة من الناس لو الاشتابنت لا تحصل لهم تلايف و ستطا ال 20 للمئة الذي بحصل لهم تلايفون على مرة السنين ممكن جزء منهم قيой ي حصلون سرطان في الكابد هذا التلايف دليل يلي يجد تويتيت التلايف ليس له علاجه عشان كذا احنا عايزة نعالج الناس بدري جبلي قبل تلايف messrs فالمسح الشامل حقيقة يهدف إلى أننا نكتشف المرض في الناس اللي ما عندهش أعراض فأنا عليها بدري فيخفوا فما يجي لهمش تلايف والسرطان ما بيجيش إلى بعد التلايف لما بقى الحالة تبقى متقدمة جداً هو بيجي فيه أقل من 20% من المصابين بالتلايف فسرطان الكبد فيه أقل من 5% من المصابين بالفيروس C يعني سرطان الكبد مش المسبب لي فيروس C مسبب في تلايف ناتج عن فيروس C في قلة من المرض طيب